نظمت وزارة الداخلية بوادي الفروسية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة الثالثة والتي أقيمت ليلا تأتي البطولة في إطار مواصلة وادي الفروسية استضافة بطولات الفروسية المحلية والدولية عقب قيم الوزارة بتطويره وفقاً للمعايير العالمية على ضفاف بحيرة عين الحياة بمنطقة عين الصيرة بالفوستاط يقع وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية والذي استضافة فعاليات دولية ومحلية ناجحة في الرياضة الفروسية في هذا الإطار فقد استضاف الوادي بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة الثالثة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية حيث تبار الفرسان لالتقاط الأوتاد في أجواء تنظيمية رائعة مكان من أحسن أماكن تقريباً اللي لعبنا فيها من فترة كبيرة الأراضي كويسة ومجهزة حتى الأماكن التي تتنقل منها من أرض الأرض مجهزة بحيث أن الحصان لا يتزحلقش أو يبقى فيه أي إصابات الأرض بتاعت الكلة نفسها حلوة جداً تخليه الأداء بتاعي بتحس من الأداء بتاعي أنا والحصان المكان ممتاز وتجهيزاته ممتازة جداً يعني لا يوجد أحسن مكان في مصر بالتجهيزات المعمولة دي يعمل بطولة وغير كده كمان هو المكان جاهز هو يعمل أكتب من في نفس اليوم أحب أن أشكر روزارة الداخلية على التنظيم الجميل للبطولات وإتاحة الفرصة لفرسان يقدموا أفضل ما عندهم البطولة أقيمت ليلاً في ظل التمتع الوادي بمنظومة إضاءة ليلية متطورة تتطفق مع المعايير الدولية في رياضة الفرسية وتأتي عكاساً لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بهذه الرياضة بشكر روزارة الفرسية بسبب الأرض والدوء والأرض الكلة هناك هنا مرتاحين من أكتر الأماكن اللي فيها نظام من أول البوابة لحد ما أنت بتخوص شغال أرض حتى بلاي ناس كتير يعني عاملين جوه هنا أساعدك في حاجة يعني أخدمك بحاجة ودي حاجة مش متوفرة في كل الأماكن احنا بكل مرة بنبقى مباهرين أن البطولة بتتنظم أحسن من المرة اللي قبلها نحب بنشكر روزارة الداخلية على المجهود العالي جداً اللي احنا شايفينه دور تواصلت فعاليات البطولة على مدار يومين وسط إشادة كبيرة بإمكانات الوادي التنظيمية وملاعبه ذات المقاييس العالمية فضلاً عن وجود فندق لإقامة اللاعبين وأستبلات خاصة بالخيول مجهزة بالخدمات البيطرية إضافة إلى تصميم غرفة التحكيم بما يمكن الحكام من رؤية جميع الملاعب من زوايا واضحة المكان محافظ عليه زي كان يوم لفتاح ودي حاجة كويسة جداً الصيامة المدومة التجهيز والميدان والأرض نخليها المكان غير طبيعي نشكر روزارة الداخلية على توفير مكان زي ودي الفروسية عنده القابلية على استضافة جميع أنواع البطولات بالخدمات الموجودة في المكان والإضاءة والتجهيزات الأراضي الموجودة بتساعد الفروسيين أن يطلع أحسن ما عنده ختام فعليات البطولة شهدت تسليم الفائزين كؤوس وميداليات ليأتي تتويجاً لبطولة أخرى ناجحة يصطدفها الوادي المستعد دائماً لمزيد من البطولات على المستوين المحلي والدولي في رياضة الفروسية منذ أن قامت وزارة الداخلية بتطوير وادي الفروسية استقبل وما زال يستقبل منافسات دولية ومحلية في رياضة الفروسية وستإشاد كبير من المشاركين بتجهيزات الملاعب التي تراعي المعايير الدولية في هذه الرياضة وهو ما كانت تسعى إليه وزارة الداخلية واستهدفته من تطوير هذا الوادي الارتقاء برياضة الفروسية في مصر عبدالبركات التلفزيون المصري